عادة ما يكون الاقتراب من القصر الرئاسي في أي بلد صعبا لكن ليس في اليمن وتيرة الهجوم على القصر الرئاسي في صنعاء تعكس خللا خطيرا في الأجهزة الأمنية اليمنية مسلحون هاجموا حسب وزارة الداخلية نقطة تفتيش تابعة للحرس الجمهورية في ثاني هجوم خلال يومين بمحيط القصر الداخلية قالت أن مسلحي القاعدة الذين نفذوا الهجوم لقوا حتفهم في اجتباكات مع الأمن إضافة إلى مصرع مدني شرقية البلاد وبالتحديد في عاصمة محافظة حضرموت المكلة خلف هجوم بسيارات مفخخة استهدف مقر الشرطة العسكرية سقوط أكثر من عشرين عسكريا بين قتيل وجريح السيارة تمكنت من الوصول إلى داخل مقر الشرطة بمنطقة جهو المسحى الشرقية المدينة وتسببت بسقوط جزء كبير من المبنى على الجنود مصادر يمنية ترجح أن يكون التفجير هجوما انتقاميا من تنظيم القاعدة بعد العمليات التي شنها الجيش أواخر الشهر المنصرم في محافظة شبوة وأبيان ضد التنظيم نحن نتوقع وما زل نتوقع أن تكون ردود الفعل من تنظيم القاعدة على هزائمه في أبيان وشبوة أفضع من كذا بكثير ما زلنا نتوقع أن يكون لتنظيم القاعدة أن يقوم بأعمال إرهابية دموية أكثر شراسة وأكثر جنون في صنعاء وفي تعز وفي المكلة وفي عدن وفي كثير من المناطق كل المناطق لا يوجد خطوط حمراء في هذا الجانب هجوم صنعاء والمكلة أعاد المدافعين عن هجمات الطائرات بدون طيار للواجهة في اليمن هؤلاء يمنحون خيارين لليمنيين أحلاهما مر القبول بالطائرات الأمريكية التي قد تخيب أهدافها أحيانا أو هجمات القاعدة التي تقض مجعهم كل يوم